السلام عليكم أنا هيبة بولخير ودي قناتي لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرز التنبيه هيوصل ليكم إشعارات بكل وصفاتي الجديدة من بداية القناة وأنا بعمل وصفات فطاير ومعجنات مختلفة وفي كل مرة كان فيه سؤال دايماً بيتكرر بينكم يا هيبة هل ينفع نحشيها لحمة مفرومة؟ الوصفة دي مميزة جداً وهتحبوها قوي وأحلم فيها أنها تنفع وجبة غدا جداً بامتياز رحتها قلب البيت ولما بتفتحيها وهي سخنة كده خطيرة خطيرة طرية حشة ومش نشفة خالص العجينة اللي استخدمتها قطنية ممتازة ومناسبة قوي لحشوة دجاج أو اللحمة المفرومة كمان هقولك الزيت عصاجي اللحمة كويس بحيث تنفع كحشوة وفي نفس الوقت طعمها يكون مميز صدقوني هتنبهروا بتعم الفطاير دي ومش هتصدقوا ازاي هي حلوة كده يلا بينا نبدأ لكن الأول طلبي منكم وصروا الفيديو ده لعشر تلاف لايك المقادير اللي هحتاجها لتحضير الفطاير بسيطة جدا وهتكون عبارة عنه كوباية زبادي يعني تجيب المج 200 ملي أو الكوب المعيالي 200 ملي وتمليه زبادي كوباية زيت كوباية مية دافية اتنين بياض بيضة أما الصفار فهستخدموا لدهان الوجه اتنين معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من الملح أول حاجة هضيف المية الدافية الخميرة والسكر هقلبهم مع بعض كويس علشان يمتازجوا وبعد كده هغطي عليهم لمدة خمس دقيق دلوقت هضيف بقى الزيت الزبادي بياض البيض والملح وهقلب كل الحاجات دي مع بعضها كويس جدا علشان يمتازج آخر حاجة هضيفها تكون دقيق أنا حتبت بالضبط 6.5 كوب دي متعدد لاستخدمات هبدأ أعجل مش هقل من 10 دقايق لحد ما العجينة تلم كويس معايا العجينة لمت وقومها جميل جدا بس بتلزق بسيط جدا في الإيد هغطي العجينة بتاعتي وسبعة تتخمر في مكان داثي مزلم لمدة 45 ديئة مش أكتر من كده في الفترة دي هحضر حشوة اللحمة المفرومة هضيف معلقة صغيرة يا رمين الزيت وعليها بصلة مفرومة وقلب كويس لحد ما البصلة تتبل وتخرج كل الميا بتاعتها تمام كده البصلة دبلت هضيف عليها نصف كيلو لحمة مفرومة وعليها هضيف معلقة صغيرة من الملح نصف معلقة صغيرة من الفلفل لأسود كمان هضيف طوم مفروم بيدي ناكهة حلوة قوي للحمة تقريبا أنا ضفت معلقة صغيرة من الطوم المفروم هبدأ بقى أن أنا أقلب اللحمة كويس جدا لحد ما تتعصى كويس واتأكد أنها خرجت كل الميا بتاعتها ونضجت بنسبة 100% علشان ما تخرجش ميا جوه العجينة في الفرن هضف النار وضيف ربع كباية من البقدونس المفروم بيكون حلو جدا تضيفيه على اللحمة خاصة لو حشود فطاير أو سنبوسة كمان لو عندك كرات فروميس بغير قوي وضيفيه على اللحمة المفرومة بدل البقدونس هيديها طعم أحلى بكتير بعد ملور 45 دقيقة العجينة بتاعتي اختمرت كويس وهبدأ أقلمها العجينة دي حلوة جدا واستخدمتها في وصفات قبل كده كتير هوزع قدامي شوية دقيقة وابدأ أقلم العجينة على الدقيقة وهقسم العجينة ل 12 كرة متساوية الحجم هغطي العجينة جنبي ووزع شوية دقيقة قدامي تحت وفوق العجينة وابدأ أفرتها بشكل طولي مع عرض بسيط هضيف معلقتين كبار من اللحمة المفرومة هطبق الطرف الأول واضغط على الجانبين كده علشان أقفلهم وبعدين هطبق الطرف الثاني هقفلها من تحت كويس وقلبها تاني واضغط عليها كده وبقت بشكل الساندويتش المقفول جميلة جدا العجينة دي خطيرة قوي هتحسوا بجمالها وانتوا بتشتغلوا فيها تقدر تتحكمي في طول الساندويتش حسب حجم العجينة الكرات اللي قصنتها كان تقريبا وزن القطعة 120 جرام تقدر تنزلي بوزن القطعة لحد 100 جرام كده أنا خلصت كل الكمية هغطي الفطير واسبها ترتاح على جنب 15 دقيقة وفي الفترة دي هسخن الفرن بتاعي على حرارة 190 أما عن خليط التغطية فاستخدمت سفار بيضة مخلوط بمعلقة صغيرة من الحليب ونص معلقة صغيرة من الفاناليا هبدأ أوزى خليط التغطية ده فوق الفطاية البيض دي لون حلو جدا وفيه ناس كتير بتشتكيلي من زفارة البيض حاولوا تختاروا نوع كويس من البيض مستحيل مستحيل يكون في زفارة وكمان لو البيض طازة مستحيل برضو يكون في زفارة تماما على الفطاية من فوقها ضيف سمسل محمص ولو عندك حبة البركة كمان تنفع أو تعملي ماكس كده بين الاتنين بظهر السكينة بقى هعمل تقسيمة كده على العجينة هتديها شكل حلو قوي وبكده أكون خلاصة طريقة العجينة والحشوة هخبص فطاية اللحمة المفرومة في فرن ساخن مسبقا على حرارة 190 لمدة من 15 ل 20 دقيقة أول ما تاخد لون دهبي من تحت قطفي من تحت وفتحي من فوق تاخد لون دهبي الفطاية نضجت تماما واغدى لون حلو قوي ورحتها مالية لبيت كله هغطيها على طول أول ما تخرج من الفرن علشان تفضل طريقة وهشة معية ما شاء الله الفطاية تستحق التجربة كوامها جميل ولونها وده بقى لونها من تحت هفتح عليكم بقى تيحت الفطاير مع اللحمة خطيرة والله خطيرة العجينة هاش شوطرية والسمسم بقى على العجينة مع اللحمة يعني طعمهم خطير جددوا وغيروا في الغداء وعملوا فطاير اللحمة المفرومة هتدعو لي ومش هيفضل منها ولا واحدة الكبار والصغيرين هيخلصوها كتير منكم بقى سألوني ازاي بحتفظ بالفطاير فترة طويلة توصل لعشر تيام وتفضل طازة انا بستخدم اكياس الحفز دي بجيبها من ايكيا برتب الفطاير جواها كده جنب بعضها واخرج الهوى من الكيس بعد كده بقفل الكيس من اللوك اللي فوق وبحفظها في الفريزر لمدة توصل لعشر تيام او اسبوعين بخرج الفطاير وسخنة في المايكرويف وبتبقى كأنها طازة ولسه خارجة من الفرن وعلى فكرة شفت منها في مترو وفي كارفور نوعية شبيهة بتتقفل بنفس الطريقة وبكده اكون خلصت وصفتنا للنهاردة اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم وزي ما متعودين كل مرة المقادير بالكوب والجرامات موجودة تحت الفيديو ولو عجبتكم الوصفة دي متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده تشتركوا في القناة والاهم متفعال وزرار الجرس هيوصل ليكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة وكمان هستنى كل كومنت جميل بتكتبوه تحت انا فرحانة جدا ان الفانس بتوعي والمتابعين بتوعي ناس جميلة جدا زيكم اشوفكم على خير الميني بيتزا تغطوها مني كتير جدا لكن النهاردة هعملها ليكم بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة التقليدية يعني مش هنعمل ميني بيتزا بالزبط لكن هنعمل فطاير بحشوة البيتزا هعملها ليكم بعجينة قطنية هشة جدا كمان هعمل جواها فراه وهحشيها بحشوات مختلفة كمان الجبن المرادي هقدمها بطريقة اختراعة لاني هعملها بصوص جبنة مميز جدا